استمررا لجهود الدولة في القضاء على العشوائيات مبارح أعلنت وزارة الإسكان انتظام الخدمات المقدمة لمتضرر السيول بمنطقة زرايب مايو سابقا بعد نقلهم طبعا للمنطقة البديلة زهور 15 مايو واللي نفذتها وزارة الإسكان ممثالة طبعا في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن خلال جهاز مدينة 15 مايو تنفيزا لتوجهات السيد الرئيس والحيان حيظهور مايو بيعد نموذج لما تقدم الدولة من توفير الحياة الكريمة لأهلين من متضرر السيول ولكنه بيقيم فيه مناطق عشوائية وخطيرة كمان بتفتقر إلى مقاومات الحياة الأساسية كمان النقل ده وفر أماكن حضرية لممارسة العمل في جمع وفرز القمامة بالإضافة طبعا لكتير قوي من الفوايد العادة عليهم خلينا نعرف تفاصيل أكتر من كتب الصحفي الأستاذ أيمن حمزة مسؤول ملف الإسكان بجريدة الوطن أهلا وسهلا بحضر صباح الخير عليك صباح النور وصباح الخير على كل المصريين عايزين نعرف المجهود اللي تبذل علشان نتكلم عن الوضع إزاي بقى فيه وضع أفضل لأهلنا في العاملين بجمع المخلفات في منطقة زرائي مايو سابقا حتى الاسم نفسه بقى مختلف زبور 15 مايو خلينا نتفق إن إحنا عندنا مشروع اسم المشروع القومي لتطيور العشويات سابت الرئيس فور توليه السلطة عملوا دراسة في مصر وإحنا عندنا مناطق غير آمنة مناطق عشوائية مناطق صعب الوصول لها مناطق الناس بتعاني فيها وبتعيش فيها حياة غير كريمة بالمرة عدد المناطق دي على مستوى الجمهورية اكتشفنا إنه هو 112 منطقة أحد هذه المناطق هو المربع بتاع مسبيرو اللي احنا موجودين فيه النهار دا تماما الدولة بدأت تدرس إيه الأماكن اللي ممكن نقدر نطورها وإيه الأماكن اللي لازم تتزال فورا احنا عندنا 63 منطقة عشوائية غير آمنة تم التعامل معاها بالتطوير عندنا 49 منطقة جاري إزالتها بعض اتزال بالفعل والبعض لسه في طريقه إنه اتزال لكن بشكل عام هذا المشروع مشروع قومي يستهدف توفير حياة كريمة لكل المواطنين الملف اللي حدثت بتكلم فيه النهار دا هو أحد هذه المناطق كان الناس عايشة على مخراط سيول في 2020 لو نتذكر ونرجع كده بالذكرة هنلاقي إن حصل سيول وأمطار شديدة أخدت في وشها عدد من البيوت حصل وفيات لأطفال ولسيدات كبار في السن فكانت كارثة الدولة بدأت تتحرك بدأت تشيل الناس دي أولا وفرت لهم سكن بديل بالإيجار يعني حضرتك هتسكن في شقة إيجار لحد ما أوفر لك البديل مين اللي تحمل الإيجار؟ الدولة يعني الدولة قررت لحين ما يستقر في البيت الجديد للدولة تتحمل الزبط قيمة الإيجار لهذه الأسرة إحنا عندنا ألف وتمانية أسرة بعض الأماكن التطوير بتاعها يقتدي إنك توفر له مكان للعمل فيه في نفس المكان يعني حضرتك مثلا رجل بيشتغل على عربية كره أو الرجل عنده حصانين علشان خاطر بيشغلهم في منطقة الأهرامات لو يديته شقة مش هيروح يسكن فيها هو عاوز يسكن مع الحيوانات اللي بيرابلية لازم يكون في حزيرة الجماعة اللي بيشتغلوا في تجميع القمامة هو حياته مع المكان اللي بيشتغل فيه فالدولة عملت حاجة اسمها مجتمع عمراني متكامل بيحس أن أنا أوفر له الحزيرة اللي بيشتغل فيها أو اللي بيربي فيها الحيوانات بتاعته وعمله مجمعات لتجميع هذه المخلفات بشكل آمن فيها طبعا مطافي في صحة في مش عارف مدرسة في مجتمع متكامل إحنا عندنا 834 حزيرة في هذه المنطقة إحنا عندنا مركز طبي لعلاج الناس إحنا عندنا مدرسة للطلاب إحنا عندنا حضائق وطرق خضراء خلي بالك إحنا بنتكلم في ظهور مايو صح كده ظهور مايو اللي كانت اسمها زرايب مايو تمام قبل 2020 الخدمات دي ما كانتش موجودة فيها قبل 2020 هذه الأماكن ما كانتش تصلح لإقامة حيوانات فبالتالي ما فيش خدمات ما فيش حاجة خالص طبعا ما فيش حاجة واحد بني على مخار سيول بيبقى بني بشكل عشوائي مساحات ديقة إيش مرافق لو تربع شديد القطر والوضع مهدد ما فيش أي عوامل أمان ولا أمن طبيعة حتى صعب يعني الناس النهاردة لما تشوفيهم وتشوفي أولادهم وهم فرحانين بالمدرسة وفرحان بالطريق اللي بيمشي عليه وفرحان بالوحدة الصحية اللي بيكشف فيها وبيتلقى فيها خدمة طبية متميزة يعني الوضع مختلف إحنا عندنا محلات اللي يروح يشتري منها أكله وشربه أسواء في سوق الجاري ده ما كانش موجود لا لا خالص دي حياة عشوائية يعني موجودة ومش موجودة يعني في محل موجودة ولكن ده محل في مثلا ما فيش مدرسة في المكان دوت عشان يروح مدرسة الطفل يمشيله 3-4 كيلو 5 كيلو عشان يوصل لأرب مدرسة ومشاهد من التعديل وبالتالي بزقت بزقoft بزقت 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 إحنا النهاردة عندنا ألف وتمانية أسرة مستقرين في حياة كريمة وآمنة عايشين عيشة طبيعية تليق بالمصريين في الجمهورية الجديدة اللي وعد بها فخامة الرئيس عظيم أستاذ أيمن إمتى بنقرر أن احنا هنزيل المنطقة دي ونبني مكانها ولا هنزيل المنطقة دي لأنها فيها خطورة ونبني في مكان آخر وهل بنراعي القرب قرب المسافة طيب خلينا نتفق أن الأماكن زي ما احنا قلنا احنا عندنا 112 منطقة خطرة تم رصدها 63 يدرنا نطورهم في مكانهم يعني تروح مثلا تل العارب تل العارب هنا في السيدة زينة منطقة كانت يعني حاجة صعبة هنا في مسبيره مسلس مسبيره كان الوضع صعب حضرتك ونت جاي للتلفزيون بتشوفه ونت خارج بتشوفه المكان ده كويس آمن نقدر نشيل كل ده ونتعامل مع الناس بثلاث طرق حضرتك عاوز تسيب المنطقة وتمشي خالص اتفضل قيمة الوحدة بتاعتك حضرتك لا أنا عاوز شقة قيمة عادلة تسمح بأنه يحق أنه ياخد في مكان آخر أو حضرتك تقدر تاخد بدل مالي تأجر به لحد ما نخلص المبنى زي ما حصل عندنا في منطقة الزرايب وترجع تاني للوحدة بتاعتك آمن مطمئنة واخد بالسعادتك يبقى يأمتا بياخد فلوس ويمشي ياخد شقة في مكان تاني في أحد مشروعات الدولة زي حي الأصمرات أو يرجع تاني للمكان بتاعه حضرتك بتتكلم على فكرة الوعي لسه رئيس الجهاز البشمهندس علي سعد بيكلمني على قد إيه أنا نفس السؤال دوت قال لا ده أنت مش متخيل قد إيه الناس هناك حريصة جدا على جمال المكان وحريصة على نظفته وحريصة أنها توعي أولادها يعني حافظ على الشقة بتاعتك حافظ على شرعك حافظ على النادي حافظ على المشعارف المدرسة لأنه عاش فترة طويلة محروم من خدمة دي فالناس هناك بتتوصي أولادها ده يعني على لسان المهندس علي سعد ده رئيس الجهاز هناك بيقول لي الناس إحنا كنا متخوفين من ده لكن لأن العكس الناس حريصة على أنه يحافظ على مدرسته وعلى الحضانة بتاعته وعلى الجميل جدا يمكن اللي كنت أقوله كمان كان مرتبط بنفس النقطة في أحد الافتحات للسيد الرئيس برضو المشروع من مشاريع الأسكان البديل كان بيتكلم عن أن الناس اللي بانت لفترة من الفترات وكانت المباني دي عشوائية بدون تخطيط بدون ترفيق الشوارع كانت دياءة لدرجة لا تسمح بدخول حتى سيارات الإسعاف لا قدر الله أو المطافر لا قدر الله لو حصل حاجة بالكونة بتاعته وبيعملها شباك واللي بيحط ستاير على الشبابيك بتاعته والبلكونات فأعتقد أن ده كمان برضو جانب من الوعي للناس حفظ على الشكل على الشكل الجمالي العام بالمكان اللي سكنين فيه اختفت من كل المناطق المئة واثنشر اللي بنكلم عليهم دول السرودة اختفت منهم تماما وأعتقد أنها في طريقها للاختفاء من مصر كلها نتمنى يعني في أقرب فرصة أن احنا ما نلاقيش منطقة عشوائية في مصر نتمنى أن احنا في أقرب فرصة كل المناطق اللي الدولة قررت أنها تدخل فيها بتقلها زي ما بنقول يعني في جزء من القصة جماعة حضراتكم يمكن تكونوا عديتوا عليها كده أن الراجل استلم الشقة مؤسسة يعني هو خدها مفروشة حضرتك ما فيش دولة في العالم بتدي لمواطن شقة مفروشة احنا مش بندي لمواطن الأصمرات تقريبا كلها كده غت العينب كلها كده أهلين كده الناس بتاخد بديل العشوائيات بياخدوا وحدات سكنية مؤسسة مجانا مجانا يفندم وبعدين وزارة التضامن بتدخل يعني بعض الجماعة دول ما عندوش أصلا لازريبة ولا عندو مركز تجميع ولا عندو حاجة فتدخل حياة كريمة تشوف وضعه إيه وبتعمل لهم رواتب اللي هي زي المعاشات كده فده حاجة يعني ده حاجة مش موجودة قبل كده ومش فيناش قبل كده نتمنى أنها تمتد لكل التجمعات التنموية والكل المناطق العشوائية اللي تم تطويرها لأن أهلين تستحقوا ولأن الدولة ولأن الدولة بتتحمل مسؤولياتك كاملة كان المشروعات اللي اتعملت واللي لسه مستمرة في التنفيذ كل شكرا لك الأستاذ أيمن حمزة الصحفي المسؤول عن ملف الإسكان بجريد التلوطن شكرا نواتي شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك